أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد أهل خليفة نايف الأول لرئيس المجلس العلال الشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة عن تقديره لصندوق العمل تمكين على تقديمهم الدعم وشراكتهم الاستراتيجية لمبادرات سموه في المجالات الرياضية والثقافية والإنسانية وقال سموهن تمكين تعد من المساهمين في إنجاح فعاليات المبادرات المختلفة والتي نحرص على إقامتها إيمانا منها بأهمية دعم الشباب من خلال دور المراكز الشبابية الذي يحظى بمشاركة رياضية شبابية واسعة من الجنسين وكذلك مهرجان المسرح وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الشراكة الاستراتيجية لتمكين ستكون من عوامل توفير أسباب النجاح للمبادرات التي تشهد مشاركة واسعة خلال نسخ هذا العام عبر شمولها لفئة شبابية كبيرة ونوها سموه بالجهود المضنية التي يبذلها المسؤولون في تمكين عبر تقديم الدعم المتواصل لإنجاح الفعاليات المختلفة مشيرا سموه إلى أن هذا الدعم ليس بجديد على تمكين التي كانت ولا تزال من الدعمين للقطاع الشبابي وأشار سموه إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعبر عن الشراكة المجتمعية الناجحة وهو المبدأ الذي نفخر به في أن تسير عليه الشركات البحرينية لدعم الشباب في مختلف المجالات جاء ذلك بعد أن قدم صندوق العمل تمكين رعايته ودعمه ليكون شريكا استراتيجيا لمبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حيث وقعت الاتفاقية بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر ورئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم جناحي ومدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة السيد عمر عبد العزيز بوكمال وعدد من المسؤولين في الوزارة وتمكين وذلك في مقر الوزارة مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذو الإعاقة هي مبادرات تحمل عمقا استراتيجيا هاما لشباب البحرين على كافة المجالات الرياضية والثقافية والشبابية وهذا ما دفع جهات عديدة في مملكة البحرين إلى الاهتمام ودعم هذه المبادرات وأهمها تمكين حيث وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية بين صندوق العمل تمكين ووزارة شؤون الشباب والرياضة دعما للحركة الرياضية والثقافية وتعزيزا لدور الشباب في نهضة مجتمعهم نحن طبعا الشراكات بين مختلف الجهات والمؤسسات التي تعمل في الدولة والتي ينتج عنها خدمة قطاع الشباب والرياضة بشكل عام بتعود أكيد طبعا بالفايدة والنفع المباشرة على الشباب يمكن نحن اليوم شاهدنا مثل هذه التوقيع الاتفاقية لأحدى أو مجموعة من مبادرات اللي أطلقها اسمه الشيخ خالد بن حمد أر خليفة النابل الأول لرئيس المجلسة على الشباب والرياضة واللي أساسا هي مبادرات شبابية وإنسانية في نص الوقت وبتعود على الشباب بشكل مباشر في مختلف المجالات سواء كانت رياضية ثقافية فنية ويمكن الجوانب أيضا اللي تم إضافتها هذه السنة أن تخدم الشباب والفتيات وأيضا لم ننسى نصيب ذوي الإعاقة أن يكون لهم شراكة كبيرة في مختلف الفعاليات البتقام مثل هذه الشركات أساسا تعزز من قوة العمل من قوة المخرجات اللي بتكون موجودة عندنا بتتيح فرصة لأكبر قدر من الشباب والفتيات أن يكون لهم مساحة كبيرة للمشاركة شراكة استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز دور الشباب وتفعيله من خلال رعاية تمكين وشراكتها الاستراتيجية في إنجاح دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة والفتيات الخامس لكرة قدم الصلاة وأيضا لمهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي وللأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة في نسخته الثالثة بالإضافة إلى بطولة العالم للألعاب الذهنية دعمنا لهذه الفئة فئة الشباب في المراكز الشبابية والإنجية طبعا فئة جدا مهمة مثل مستقبل البحرين أمانة نحن نطمح أن نكون شريك في هذا نوع من المحافل وشراكتنا مع مبادرة سمو الشيخال بن حمد طبعا تعطي زخم كبير للشباب وأمل وتعطيهم فعلا رسائل أن القيادة مهتمة كثير في مستقبلهم فرص كثيرة في نجاحات كثيرة طبعا إحنا ممكننا هذه السنة الثانية في هذه النوع من الشراكة وغطفنا منها كل الثمار الطيبة أمانة العام الماضي السنة شراكتنا سراتيجيا إن شاء الله هي تمثل رسالة كبيرة حق الشباب هذه المبادرات المتنوعة والهامة تحمل في ثناياها مسؤولية احتضان الشباب وجمعهم في أنشطة تبرز مواهبهم وإمكانياتهم المتقدمة وهو ما يحقق تطلعات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في الوصول بشباب البحرين إلى أعلى المستويات من خلال دور سموه لكرة قدم الصلاة الذي يحمل شعار ملتقى الأجيال ومهرجان المسرح الشبابي تحت شعار لنغرس بسمة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر